وفي صحيفة العرب أيضا أفغانستان تعقد اتفاقا جديدا مع صين لاستخراج النفط كشف وزير التعدين الأفغاني بالإنابة شهاب الدين ديلاوارا الخميس أن الإدارة التي تقودها حركة طالبان ستوقع عقدا مع شركة صينية لاستخراج النفط من حوض أموداريا بشمالي البلاد وأشار مسؤولون خلال مؤتمر صحفي في كابل إلى أن العقدة سيوقع مع الشركة شينجيانج آسيا الوسط للبترول والغاز كابيك وستكون هذه أول صفقة كبيرة لاستخراج موارد أولية توقعها طالبان مع شركات دولية منذ سيطرتها على السلطة في أفغانستان عام 2021 والتي ستستمر لمدة ربع قرن باستثمارات تبلغ 3.6 مليار دولار كما تسلط الضوء على النشاط الاقتصادي للصين في المنطقة على الرغم من المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار في البلاد التي مزقتها الحروب على مدار عقود وقال السفير الصيني وينجيو في مؤتمر الصحفي بالعاصمة كابل عقد نفط أموداريا مشروع مهم بين الصين وأفغانستان ولم تعترف الصين رسميا بإدارة طالبان لكن لديها مصالح كبيرة في بلد يقع في وسط منطقة مهمة لمبادرة الحزام والطريق وكتب المتحدث باسم الإدارة التي تديرها طالبان ذبح الله مجاهد على تويتر أن الشركة الصينية ستستمر أيضا 150 مليون دولار سنويا في أفغانستان بموجب هذا العقد